على أبواب تنافس تجاري متصاعد تقف أكبر اقتصادات العالم بعد دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على واردات الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ وسيدفع المصدرون من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك رسوما بقيمة 25% على الفولاد و10% على الألومنيوم ورغم قساوة القرار كما يقول مسؤولون أوروبيون إلا أنهم لا يريدون بلغة مرحلة حرب تجارية مع الولايات المتحدة وهو ما أكدته فيدريكا موغريني ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لكن تصريحات موغريني لم تعكس الموقف الأوروبي الذي يرى أن الباب أغلق في وجه أي مفاوضات حتى الآن وأن الاتحاد بصدد اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحه لم نكن على طاولة المفاوضات كان عرضنا هو أن تبعد عن هذه البندقية نجلس معا كأصدقاء ونتناقش وفي النهاية سيؤدي ذلك إلى مفاوضات وهذا بالطبع يتطلب تفويضا من الدول الأعداء لذلك نحن لم نحصل على هذا والآن تم إغلاق هذا الباب في هذه اللحظة كما حذرت مفاوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي من أن عدم التزام اللاعبين الاقتصاديين حول العالم سيؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي بأكمله وهذا ما جعل منظمة التجارة العالمية تدخل في تحديات مع الولايات المتحدة والصين بحسب قولها بينما يتنامى تيار أوروبي موازن يدفع باتجاه الحوار مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى صيرة مناسبة لجميع الأطراف أمل أن نتمكن من إقناع الولايات المتحدة بأن هذه ليست الآلية الصحيحة للتعامل مع المشكلة المشكلة هي إفراط في الإنتاج من الصين وهي مشكلة ليست نابعة من أوروبا وبالتالي فهي عقوبة لأقرب حلفاء أمريكا بسبب مشكلة نشأت في الصين نواجه هنا خطر نشوب نزاع تجاري متبادل لن يصب في مصلحة أحد تقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن القرار جاء لدواع تتعلق بالأمن القومي فضلا عن أن الولايات المتحدة تتلقى تعاملا تجاريا غير منصف استمر عقودا وتسبب بعجز كبير في الميزان التجاري للبلاد ما استدعى فرض هذه الرسوم لمعالجة المشكلة لكن نوابا جمهوريين يرون أن القرار ابتعد عن هدفه الأصلي في كبح جماح الصين التجاري وأصاب الحلفاء الأوروبيين إصابة بالغة وفي رده على الموقف الكندي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الكندية إلى فتح أسواقها وإزالة حواجزها أمام البضائع الأمريكية لموازنة الفائض التجاري ويخشى خبراء اقتصاد من احتمال اندلاع حرب تجارية دولية ولو بعد حين ستؤدي إلى تباطئ الاقتصاد العالمي وتوقف انتعاشه تأتي هذه التطورات قبيل زيارة يجريها وزير التجارة الأمريكي والبروس إلى الصين لإجراء محادثات بهذا الشأن في وقت تسابق فيه بكين الزمن لمد روابط وثيقة مع الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات فتح أسواقها أمام الاستثمارات الأوروبية وإنشاء منصات تجارية مشتركة كما تقول قد تشعل فتيل أزمة اقتصادية عالمية